تسمى بغداد الزوراء من الأسماء القديمة لبغداد فتسمى الزوراء وقد تسمى أيضاً المزورة هذه من أسماء بغداد فبغداد يقال لها بغداد ويقال لها بغداد ويقال لها بغدان ويقال لها المدورة ويقال لها السلام ويقال لها الزوراء ويقال لها المزورة لها من الأسماء الكثير دمشق كذلك لها العديد من الأسماء فيقال لها دمشق ويقال لها إيران ويقال لها جلق ويقال ويقال في الحلقة السابقة بدأت حديثا عن علامة ذكرت بشكل واضح في أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بمسجد الكوفة بالمسجد الأعظم في مدينة الكوفة هدم خراب في حائط مسجد الكوفة لازال الحديث متواصلا بخصوص هذه العلامة المهمة قد لا تكون مهمة إذا أردنا أن نقايسها بالعلامات الكونية الكونية التي ستكون علامات لكل البشر لكننا لكننا إذا نظرنا إلى الجهات التي أشرت إليها في الحلقة الماضية التي بسببها كان الاهتمام بهذه العلامة فإنها ستكون مهمة جدا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أن تفع من وقت الحلقة تسلسل الحديث في الحلقة الماضية إلى أن وصلت إلى ذكر بعض الوقائع المهمة التي ذكرت في الأحاديث والروايات ستكون في زمان قريب من ظهور إمام زماننا وكل تلك الأحداث ستقع في الكوفة وبالقرب من مسجدها الأعظم قرأت عليكم رواية نقلها نعيم ابن حماد بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في كتابه الفتن ونعيم هذا توفي سنة ميتين وتسعة وعشرين للهجرة حدثتكم عن كتابه وعن موقف المخالفين منه وأشرت إلى أن الأحاديث التي نقلها عن العترة الطاهرة تعرضت لتحريف الخلل واضح فيها هذا الكلام كله تقدم في الحلقة الماضية أردت أن أقرأ رواية ثانية من كتاب ابن حماد هذا من كتابه الفتن لكن الوقت لم يسعفني فأجلتها إلى هذه الحلقة هذا هو كتاب الفتن لابن حماد الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 173 رقم الحديث 800 800 بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن إمام الباقر صلوات الله عليه إذا اختلفت كلمته الرواية بدأت مبتورة إذا اختلفت كلمته إذا اختلفت إذا اختلفت كلمة بن العباس لأن الأحداث التي تأتي في الرواية ترتبط بالزمان الذي يختلف فيه العباسيون في بغداد في العراق وهذا المضمون واضح في أحاديثنا ورواياتنا في كتبنا القديمة الأصلية إذا اختلفت إذا اختلفت كلمته كلمة العباسيين والحديث عن العباسيين في آخر الزمان وطلع القرن ذو الشفاء وفي النسخ الصحيحة من كتبهم من كتب المخالفين وطلع القرن ذو الشفاء وليس ذو الشفاء وطلع القرن ذو الشفاء القرن ذو الشفاء يراد منه النجم المذنب الذي سيظهر في السماء في الزمان القريب من وقت ظهور إمام زماننا لماذا أطلق عليه هذا العنوان القرن ذو الشفاء أطلق عليه هذا العنوان لأن رأس المذنب يبدو وكأنه قرن وأما ما وصف بأنه ذو الشفاء ذو الشفاء الشفاء جمع لشفة هكذا جاء في وصف هذا المذنب في كتبهم في كتب المخالفين من أن ذنبيه الخلفيين إذا ما نظر إليهما حينما يقتربان من بعضهما فكأنهما شفتان كشفتي الإنسان من هنا وصف بهذا الوصف من أنه القرن ذو الشفاء ليس مهمة هذه التفاصيل إنه النجم المذنب الذي هو علامة من العلامات الكونية القريبة من يوم الظهور الشريف إذا اختلفت كلمته كلمة العباسيين وطلع القرن ذو الشفاء كما جاء مطبوعا هنا ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر الأبقع هل هو الأبقع في وجهه وهي صفة تقال للأبرص للمصاب بهذا المرض الجلدي أم أنه قد أصيب بمرض آخر أدى إلى تبقيع وجهه تبقيع بدنه أم أنه الأبقع من جهة ملابسه العسكرية فإن الملابس العسكرية في زماننا خصوصا التي تلبسها القوات الخاصة هذه الملابس المرقطة ملابس القوات الخاصة أو ملابس القوات الصاعقة قوات الصاعقة يلبسون ملابس عسكرية مرقطة مبقعة هذا الوصف الملابس المبقعة ينطبق انطباقا كاملا على ملابس الجيش الأمريكي أنا لا أقول إن الرواية تتحدث عن الأمريكان لكنني أقرب الفكرة لكم ملابس الجيش الأمريكي إنها الملابس المبقعة هذا المعنى ينطبق عليها بشكل واضح جدا لا أقصد أن الأبقعة هنا عنوان للأمريكان أبدا إنما جئت بهذا مثالا توضيحيا لمعنى الأبقع أم أن الأبقعة هو لون لرايته أم أنه فعلا له لقب يلقب به أكان علنيا أم كان سريا لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر هناك رايات في الشام راية الأبقع وراية الأبرص ذكرت في بعض الأحاديث وراية الأصهب وقد يكون الأبرص هو الأبقع وقد يكون الأبرص هو الأصهب هناك رايات عديدة إذا اختلفت كلمتهم كلمة العباسيين في بغداد وطلع القرنذ الشفاء النجم المذنب بعد طلوع النجم المذنب هذا النجم المذنب سيظهر في السماء قبل رجب العلامات كما يبدو من الأحاديث قبل رجب العلامات وربما ظهر بعد ذلك ولكن كما يبدو من الأحاديث فإن النجم المذنب الذي تتحدث عنه الروايات والذي يكون مميزا يختلف عن المذنبات التي رآها الناس سابقا لأنه سيكون كبيرا وواضحا جدا وبمرأ من جميع الناس بإمكان جميع الناس أن ينظر إليه وهو يتحرك في الفضاء إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرنذ الشفاء النجم المذنب لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر يقتلون الناس هذه الرايات المختلفة في الشام يقتلون الناس حتى يبلغ إرم إرم عنوان قديم لمدينة دمشق يقتلون الناس حتى يبلغ إرم إنها دمشق مثلما تسمى بغداد الزوراء من الأسماء القديمة لبغداد فتسمى الزوراء وقد تسمى أيضا المزورة هذه من أسماء بغداد فبغداد يقال لها بغداد ويقال لها بغداد ويقال لها بغدان ويقال لها المدورة ويقال لها السلام ويقال لها الزوراء ويقال لها المزورة لها من الأسماء الكثير دمشق دمشق كذلك لها العديد من الأسماء فيقال لها دمشق ويقال لها إيران ويقال لها جلاق ويقال ويقال إذا اختلفت كلمته ربما يراد من اختلاف الكلمة هنا اختلاف كلمة أهل الشام وإن كان السياق يساعد على المعنى الأول إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر يقتلون الناس حتى يبلغ إيران يبلغ دمشق ثم يثور المشوه عليه يثور المشوه عليه يثور على الأبقع وعلى الرايات التي معه المشوه في رواياتنا وصف للسفياني لأن السفيانية لا هناك تشويه في وجهه وهناك قسوة في نظراته بحسب الروايات فإن الناظر إليه تصيبه الوحشة هذه الوحشة تأتي من خلال من خلال نظرات عيونه بالدرجة الأولى ومن خلال شيء من التشويه في وجهه فهناك أثر الجدر واضح في عارضيه في وجهه ولكن في الرواية في الرواية وفي روايات أخرى في هذا الكتاب وغيره المشوه شخصية أخرى ثم يثور المشوه عليه وربما هو الأبرص الذي جاء ذكره في بعض الأحادث لا أريد أن أقف عند كل كلمة بشكل تنقيري إلى أبعد الحدود أنا أريد أن أصل إلى غاية التي ترتبط بالكوفة ومسجد الكوفة لأن الحديث كان في سياق مجموعة أحداث ستقع في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه هذه الأحداث تقع في الكوفة وفي أجواء مسجدها العظم ثم يثور المشوه عليه فتكون بينهما ملحمة عظيمة أين هذا في الشام ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا بالأبقع وبالمشوه الذي هو الأصحب أو الذي هو الأبرص وربما الأبرص هو الأصحب ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا ويرفع قبل ذلك قبل هذه الأحداث في الشام إنها فتنة الشام المستديمة لكن قبل أن تصل الفتنة الشامية إلى أعلاها ويرفع قبل ذلك بحسب المطبوع إثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة يفترض ويرفع قبل ذلك إثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة وليس إثنتي عشرة راية على أي حال ويرفع قبل ذلك إثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة في الرواية التي قرأتها في يوم أمس جاءت هذه الرايات موصوفة من أنها معروفة منسوبة ويرفع قبل ذلك قبل ظهور السفياني إثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة ويقتل بالكوفة قبل ظهور السفياني وبعد ارتفاع هذه الرايات هذه الرايات تكون موجودة ظاهرة واضحة مثل ما قلت لكم فإن الرواية تتحدث عن العباسيين إذا اختلفت كلمتهم اختلفت كلمة العباسيين وطلع القرن ذو الشفاة إلى أن وصلنا ويرفع قبل ذلك إثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبي ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبي هو جزء من هذه الرايات هذه رايات ضالة مثل ما وصفها إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف التي حدثنا بها المفضل بن عمر الإمام صلوات الله عليه إمامنا الصادق وصفها بأنها رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي هذه هي هي الفترة الزمانية نفسها الوقائع متقاربة علينا علينا أن نأخذ الأحاديث كلها في لوحة واحدة وأن نرسم خارطة مفصلة للأحداث من خلال كل الروايات لا أن نقف على رواية أو أن نقف على نقطة في رواية واحدة فهذا ضياع للحقيقة وهذا خراب للصورة الكاملة الواضحة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه هؤلاء هم الدجاجلة حذرتنا كلماتهم الشريفة من الدجالين من ولد فاطمة والدجالون هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات هم مراجع النجث وكربلاء من الهاشميين ومن الشيعة مرت علينا الروايات والأحاديث بهذا الشأن وبهذا الخصوص فهذا الرجل من ولد الحسين الذي هو داعية إلى أبيه إما أن أباه من المراجع الأحياء فهو يدعو إلى أبيه وكل مرجع يدعو إلى نفسه وهذا هو الذي نعرفه عن مراجع الشيعة الذين يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيه هذا هو الذي نعرفه عن ماضيهم وعن حاضرهم وهكذا سيكون الأمر في مستقبلهم لن تتغير الأمور كما يبدو فهذا التهارش سيبقى موجودا فهذا الرجل الذي من ولد الحسين إما أن يكون أبوه مرجعا من المراجع في النجف وهو يدعو إليه وإما أن يكون أبوه مرجعا من مراجع النجف وكربلا قد مات قد انتقل من هذه الحياة قد توفي وهو يدعو إلى منهجه وهو يدعو إلى الالتزام بسيرته فهو يبني قيادته يبني زعامته يبني شخصيته من جهة الامتداد ومن جهة الانتساب ومن جهة الالتصاق بأبيه ومنهجه هذه احتمالات نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم الحقيقة الكاملة وأنا لا أحلل لكم تحليلا سياسيا ولا أخيم لكم الأمور تقييما اجتماعيا هذه نصوص في الكتب أنا أقرأها عليكم وأبين لكم مضامينها وفقا لسياقها ووفقا لآداب العربية ووفقا لسائر النصوص الأخرى التي تلتقي معها في رسم لوحة وصورة متكاملة هذه أمثلة من الحوادث والوقائع التي ستقع في الكوفة ولها ارتباط من قريب من بعيد بمسجد الكوفة الأعظم كل ذلك يقع في زمان قريب من يوم ظهور الحجة بن الحسن تلاحظون أن الكوفة على مساس بالمشروع المهدوي العظيم لماذا؟ لأنها هي العاصمة وتلاحظون أن مسجد الكوفة الأعظم له مساس بالمشروع المهدوي العظيم لماذا؟ لأن مسجد الكوفة هو مفردة مهمة من مفردات المنظومة العقائدية الكوفية وتلاحظون أن أهل الكوفة أن أهل الكوفة حينما نتحدث عن الكوفة إننا نتحدث عن النجف أن أهل الكوفة أن أهل النجف والحديث عن زعماء الشيعة عن مراجع الشيعة هم الآخرون لهم مساس بالمشروع المهدوي العظيم لكن مساسهم مساس سلبي هؤلاء ينفذون البرنامج الإبليسية في حربه للمشروع المهدوي وهذه الحرب بدأت منذ أن تأسست حوزة الطوسي في النجف منذ ذلك الوقت بدأت الحرب مفتوحة بين المشروع الإبليسي الذي يمثله مراجع حوزة الطوسي وبين المشروع المهدوي الذي يمثله إمامنا الحجة بن الحسان صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ما تقدم من بيانات في الحلقة الماضية وفيما مر من وقت هذه الحلقة بمثابة مقدمة كي أصل إلى الرواية نفسها التي تتحدث عن هذه العلامة سأقرأ النص عليكم من غيبة النعماني وقد قرأته عليكم في بداية حلقة يوم أمس الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في صفحة الخامسة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان إنما يزول ملك بني فلان على يد الخراساني والسفياني فإذا ما أدركنا هذا الوقت فإننا قد أصبحنا قريبين من يوم ظهور الحجة ابن الحسن إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان ملك بني العباس أما إن هادمه لا يبني سأقف على الرواية هذه كي أدقق ولو بنحو إجمالي في مفرداتها وتفاصيلها قلت لكم ما تقدم من حديث في الحلقة السابقة وما مر من حديث في هذه الحلقة بمثابة مقدمة كي نكون على علم بأجواء الكوفة وبأجواء مسجدها في الزمن القريب من يوم ظهور الحجة بن الحسن سأعود الآن إلى الرواية وتفاصيلها الإمام الصادق هكذا قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة حائط المسجد معروف هذا هذا البناء الذي يسيج المسجد وهو حائط مرتفع وعريض سميك وبناؤه في جذوره وأساساته بناء قديم فحائط مسجد الكوفة معروف لدي ولديكم هذا هو البناء الذي يسيج المسجد هذا هو حائط مسجد الكوفة الإمام قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة ما المراد من الهدم الهدم في اللغة على على مستويين المستوى الأول هو إزالة البناء بشكل كامل هو نقض البناء بشكل كامل الحديث عن هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره ليس هدم لكل حائط المسجد وإنما هو هدم لجهة من الحائط لجانب من الحائط لجزء من الحائط لو كان الهدم لكل حائط مسجد الكوفة لقال الإمام من أن مسجد الكوفة سيهدم الإمام لم يتحدث عن هدم لمسجد الكوفة وإنما تحدث عن هدم في حائط مسجد الكوفة من جهة من جهاته من مؤخره فهل هذا سيكون نقضا للبناء بشكل كامل بحسب المعنى الأول للهدم أم أن المرادة المعنى الثاني المعنى الثاني أن يحدث تخريب أن يخرب أن يحدث تخريب في بناء الحائط فالهدم في اللغة له معنيان المعنى الأول نقض البناء إزالة البناء لا يبقى بناء يذكر والمعنى الثاني تخريب للبناء قد يكون تخريبا كبيرا جدا وقد يكون دون ذلك قطعا التخريب الجزئي لا يقال له هدم التخريب الجزئي قد يقال له ثل مثلا وهناك تعابير أخرى التخريب الجزئي لا يقال له هدم الهدم المستوى الأول إزالة البناء ولذا حينما يعرفون الهدم في اللغة يقولون الهدم نقض البناء نقض البناء إزالته هذا المستوى الأول المستوى الثاني من مستويات الهدم التخريب في البناء التخريب في البناء ولابد أن يكون تخريبا كبيرا تخريبا واضحا أو دون ذلك بقليل لا أن يكون تخريبا جزئيا التخريب الجزئي لا يقال له هدم يمكن أن يوصف بأي وصف آخر سأذهب بكم إلى القرآن نحن نتحدث عن أسرار العربية فأين نجدها نجدها في قرآن وفي حديث العترة الطاهرة هذه المادة مادة الهدم ذكرت مرة واحدة في الكتاب الكريم في سورة الحج في الآية الأربعين بعد البسملة وفي سياق هو هو السياق الذي نتحدث عن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا إلى آخر الآية الكريمة الذي نحتاجه هو الذي قرأته عليكم من الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذه سنة التدافع لا أريد الحديث عنها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الصيغة الصيغة جاءت هنا مبنية للمجهول الرواية أيضا إذا هدم حائط مسجد الكوفة جاء الفعل مبنيا للمجهول السياق هو السياق لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هذه بنايات تبنى لأجل العبادة صوامع بيع صلوات ومساجد لا أريد أيضا أن أدخل في التفاصيل المعنوية واللغوية لهذه الكلمات هذه بنايات تبنى لأجل العبادة والحديث عن تهديمها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ما المراد من تهديمها هنا هل الحديث عن تهديمها بما هو تهديم قطعا لا الحديث عن تهديمها الذي يؤدي إلى عدم الانتفاع منها في العبادة وذكر الله والحالة هذه لها صورة الصورة الأولى أن تنقض هذه الأبنية نقضا تاما إنها إزالة للبناء أو أنها تخرب تخريبا كبيرا بحيث لا تعود نافعة للغرض الذي أسست لأجله فالتهديم يشمل المعنيين وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن الهدم في اللغة على مستويين المستوى الأول الإزالة والمستوى الثاني التخريب الكبير أو ما يكون قريبا من التخريب الكبير الآية هنا تحدثت عن هذا المضمون لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ماذا يجري في هذه المساجد التي ستهدم وفي دور العبادة يذكر فيها اسم الله كثيرا إذن احتمالات الهدم هي التالية الاحتمال الأول أن الهدم بمعنى الإزالة بشكل كامل وحينئذ لا يذكر الله فيها لا كثيرا ولا خليلا أو أنها تخرب تخريبا واضحا بحيث لا يذكر فيها سبحانه وتعالى كثيرا ربما يذكر قليلا هذا إذا أخذنا كثيرا كقيد في الكلام ويبدو أنه كذلك يعني يمكن أن تخرب تخريبا كثيرا لكنها لن تكون موضعا ومحلا للعبادة الكثيرة لكل الناس ربما ينتفع البعض منها من الذين لا يعبؤون أن يقيموا العبادة في الخرائب أو في غير الخرائب لا يبحثون عن الأماكن العامرة ببنائها من العباد من الزهاد من أمثالها أولى فالهدم هنا يتناول هذه الصور الإزالة الكاملة التي لا تكون في هذه الأماكن عبادة ولا يكون ذكر لله لا كثيرا ولا قليلا أو أنها تخرب تقريبا واضحا فلا يذكر الله فيها كثيرا وإنما يذكر الله فيها قليلا لأن الذين ينتفعون منها هم بعض أناسا كما قلت لكم إذا أخذنا كثيرا قيدا في فهم الآية ولولا دفع الله دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إذن التهديم والهدم بحسب الآية بحسب التعبير القرآني إما أن يكون إزالة تامة وإما أن يكون تخريبا واضحا خرابا كبيرا بحيث لا تبقى دور العبادة هذه على فائدتها ومنفعتها ولا يذكر الله فيها كثيرا هذا ما يظهر لنا من معنى الهدم من الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى نهج البلاغة وأذكر لكم مما قاله أمير المؤمنين في كلامه حيث استعمل مادة الهدم في الاتجاه المجازي في المعنى المجازي لكن الجذر سيبقى هو هو حينما نستعمل الكلمات استعمالا مجازيا في التعابير الأدبية البليغة فحينما نستعملها استعمالا مجازيا أو ما يكون قريبا من الاستعمال المجازي فإننا نستعمل الجذر المعنوية للكلمة في استعمالها الحقيقي لن نخرجها من جذرها اللغوي الأصل الطبعة طبعة دار التعارف أنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف صفحة 144 من الخطبة 145 من خطب الأمير أذهب إلى موطن الحاجة منها الأمير يقول صلوات الله عليه ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله استعمال مجازي لأن الأصل في الهدم هو الهدم المادي الحديث هنا عن هدم معنوي في أصل اللغة الهدم هدم مادي هدم لبناء مادي هدم ونقض للحجر للطابوق للصخور الهدم هنا هدم معنوي في الاستعمال المجازي الجذر يبقى هو هو لأننا إذا لم نحافظ على الجذر فقد جعلنا للكلمة معنى ثانية والاستعمال المجازي ما هو بتأسيس معنى ثاني للكلمة إنه استعمال في اتجاه أدبي معين نخرج الكلمة من إطارها المادي من الهدم المادي كي ندخلها في إطار جديد وهو الهدم المعنوي وإن كان الهدم هنا ليس هدما معنويا صرفا الحديث عن هدم للأجساد وللآجال ف هدم الأجال هو هدم للأجساد ولزمان الأرواح الذي تكون فيه مرتبطة بتلك الأجساد ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره كلما مر يوم من أيام حياتنا إلا بهدم آخر من أجله فعينما يكون الإنسان في بدايات الشباب يرى نفسه متمتعا بالشباب ويحب أن يتقدم في سن الشباب إلى الأمام أن يتكامل في سن شبابه فهو يتصور أنه يعيش حالة إعمار حالة عمران لكنه في الحقيقة من جهة أخرى يعيش حالة هدم فكلما مر يوم من أيام أعمارنا كلما اقتربنا شيئا فشيئا من آجالنا ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله فهذا الهدم هدم لبعض العمر لبعض الإنسان فالهدم قد يكون هدما للكل وقد يكون هدما للبعض صحيح أن الاستعمال هنا استعمال مجازي أو ما يقرب من الاستعمال المجازي لكن الاستعمال المجازي أو ما هو قريب من الاستعمال المجازي يحافظ على الجذر المعنوي للكلمة فالهدم إذن قد يكون هدما للكل وقد يكون هدما للبعض في موطن آخر من نهج البلاغة الشريف صفحة ثلاثمية وأربعين من كتابه الثاني والستين الذي بعث به أمير المؤمنين إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه مصر الإمام يحدثهم عن موقفه عن موقفه من السقيفة وما جرى في السقيفة فيقول صلوات الله وسلامه عليه فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما فالإسلام بحسب التعبير الإسلام موجود ولكنه يرى فيه ثلما وهدما فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما لا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبارة فهي بحاجة إلى شرح عن أي إسلام يتحدث أمير المؤمنين هنا عن الإسلام الذي ارتد عنه أم عن إسلام الفئة التي هي الفئة الفاطمية الزهرائية عن أي إسلام يتحدث هنا أمير المؤمنين هذا المطلب بحاجة لكلام طويل عريض الحلقة ليست معدة للدخول في هذه التفاصيل وأنا هنا أريد أن أشير إلى الجهة اللغوية فقط فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أهل الإسلام علي وآل علي أهل الإسلام أولئك الذين بهم نرزق وبهم نمطر الذين صلوا على فاطمة هؤلاء هم أهل الإسلام فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما فالإسلام قائم ولكن يكون فيه ثل الثلم تخريب يكون أقل من الهدم أما الهدم تخريب كبير لكنه تخريب للجزء وإلا كيف بقي الإسلام فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله هذا العنوان موجود لكنه سيتعرض لثلم أو هدم فخشيت فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما الثلم الثلم تخريب والهدم تخريب لكن الثلم تخريب يكون أقل من الهدم فالهدم إذن تخريب ولكنه ليس للكل وإنما للجزء مثل ما قلت لكم الاستعمال المجازي لن يخرج عن الجذر المعنوي للكلمة حينما تستعمل استعمالا حقيقيا الجذر المعنوي يبقى هو هو في الكلمة إن استعملت استعمالا حقيقيا وإن استعملت استعمالا مجازيا وإنما الاستعمال المجازي ناظر إلى طريقة التعبير وليس إلى تغيير الجذر المعنوي للكلمة فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما فالهدم سيكون كليا وسيكون جزئيا وتلاحظون من أن سيد الأوصياء في الخطبة المتقدمة استعمل الهدم بالمعنى الجزئي وهنا في كتابه إلى أهل مصر استعمل الهدم بالمعنى الجزئي هناك سيكون تخريب جزئي في موطن آخر هناك العديد من المواطن سأكتفي بهذه الأمثلة والشواهد التي أوردتها بين أيديكم صفحة 383 في كلماته القصار رقم الكلمة 215 ماذا يقول أمير المؤمنين الخلاف يهدم الرأي يهدم الرأي أن لا يطبق على أرض الواقع لكن الرأي سيبقى موجودة فهذا هدم جزئي لأن الخلاف لا يزيل الرأي وإنما يهدم الرأي يهدم الرأي لأنهم لن يعملوا به ربما جميعهم لا يعملون بذلك الرأي الصحيح وربما أكثرهم لا يعملون بذلك الرأي الصحيح وتبقى قلة تعمل بذلك الرأي الصحيح وهنا حدث هدم للرأي لكن الرأي بقي موجودا وربما عمل به العديد من أولئك الذين اختلفوا حوله واختلفوا فيه الخلاف يهدم الرأي الهدم ليس للكل وإنما الهدم للبعض ولكن لجهة كبيرة حتى في الشعر العربي هناك بيت مشهور يضرب مضرب الأمثال ويستشهد به كثيرا بيت مشهور لشاعر من العصر العباسي لبشار بن بورت متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فالبنيان يتحدث الشاعر عن تمامه يعني أن البنيان لم ينقض بكله وإنما هناك هدم في بعضه متى يبلغ البنيان يوما تمامه الحديث عن تمام البنيان يعني أن البنيان ناقص موجود لكنه ناقص إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم يهدم هذا الذي تبنيه صار واضحا من القرآن ومن نهج البلاغة وهذا مثال من الشعر البرنامج ليس برنامجا للخوض في تفاصيل البلاغة واللغة لكنني أسهبت بعض الشيء لأننا نريد أن نشخص المعاني بشكل دقيق الإمام هكذا قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره هذا لا يشعر بهدم كامل للحائط قلت لكم الهدم قد يكون نقضا للبناء بالتمام وهالكمال إنها إزالة وقد يكون تخريبا وقد يكون تخريبا لكنه تخريب واضح تخريب كبير تخريب مهم أصحاب الخبرة في البناء يقولون عنه هذا التخريب تخريب كبير ما هو بتخريب جزئي يصطلح عليه الهدم فالهدم إما أن يكون إزالة ونقضا للبناء من أسسه فلا يبقى هناك بناء وإما أن يكون تخريبا كبيرا تخريبا واضحا هذا التخريب بالدرجة الأولى يحكم عليه الخبراء بالبناء من أن التخريب هذا تخريب كبير تخريب أساسي تخريب جذري تخريب خطير من خلال البيانات اللغوية والبلاغية لمعنى الهدم فإن هذا ينطبق عليه هذا العنوان ينطبق عليه عنوان الهدم وهذا التعبير إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود هناك جزع من الحائط هناك جانب من الحائط يتعرض للهدم إما أن ينقض نقضا كاملا هذا الجزء وإما أن يتعرض لتخريب كبير واضح معلوم إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره قرأت عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث الحائري صفحة 125 ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب خرب خرابا وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران مثل ما قلت لكم هذا العمران قد يكون في المسجد نفسه وقد يكون في المنطقة خارج المسجد في المنطقة المحيطة بالمسجد فالرواية هنا واضحة من أن الجامعة سيتعرض لخراب وخرب جامع الكوفة من العمران التخريب ينطبق على الهدم من المستوى الثاني بشكل واضح التخريب يمكن أن يقال للإزالة الكاملة يقال عنه تخريب لكن هذا ليس شائعا في الاستعمال العربي موجود لكنه ليس شائعا لأنهم حين يقولون خرائب لا يقصدون أرضا خالية من الآثار وإنما يقصدون آثار البناء تكون موجودة لكنها تعرضت للتهديم والتخريب فآثار موجودة هذا هو الشائع في الاستعمال العربي للتخريب والخراب والخرائب إذا أزيلت البناية من الأرض بالكامل وبقيت أرضا مجردة من البناء لا يقال لهذه البناية التي كانت هنا من أنها خرائب من أنها خربة فلا وجود لها حتى توصف بهذا الوصف قد يقال أرض خراب لماذا لأنها ليست مزروعة ليست مسكونة من قبل الناس ليس فيها من بناء واضح كامل يكون الوصف للأرض وليس للبناية نحن هنا لا نتحدث عن أرض نتحدث عن بناء وخرب جامع الكوفة من العمران هذا الوصف للبناء والرواية الأصل تتحدث عن بناء قد هدم بناء مهدوم بناء مخرب هذا يعني أن الهدم ليس كليا وإنما سيكون الهدم جزئيا هذه هذه هي النتيجة الطبيعية لكل تلك المقدمات قطعا إذا وجدتم في أن المقدمات التي ذكرتها من أنها صحيحة ودقيقة وأنا أقول لكم هي مقدمات صحيحة ودقيقة على الأقل من وجهة نظري خلاصة القول في الهدم الهدم مستويان هدم للكل وهدم للجزء هدم الجزء هو الذي يقال له التخريب وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الرواية وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن معنى الهدم صار واضحا فهناك احتمالان هناك احتمال أن الهدم يكون كليا وهناك احتمال أن الهدم يكون جزئيا لكن السياقة يساعد على الهدم الجزئي إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من جهة من جهاته وحتى هذه الجهة شخصت مما يلي دار ابن مسعود الذي يبدو أن الهدم سيكون جزئيا هكذا يبدو نحن لا نعلم الغيبة ولا نملك الحقيقة الكاملة لكن القرائنة تقول هكذا من أن الهدم سيكون هدما جزئيا نذهب إلى فاصل إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره صار واضحا عندنا ولو بشكل إجمالي معنى الهدم حائط مسجد الكوفة صار واضحا أيضا عندنا من خلال كل الحديث الذي تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخره من مؤخر مسجد الكوفة وبينت لكم من أن الضمير يعود على الأقرب ومن أن الإعراب لهذه الكلمة مؤخره فإننا نعربها على أنها بدل بعض من كل بدل جزء من كل لا أريد أن أعيد هذا الكلام الذي تقدم ذكره مرة أخرى فإني أرى الوقت يجري سريعا حدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره أين هو مؤخر المسجد من مؤخره مؤخر المسجد يأتي على معنيين مرة نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وفقا لبناء المساجد فإن مقدم المسجد سيكون الجانب الذي يبنى باتجاه القبلة الجانب الذي يقابل جانب القبلة سيكون مؤخر المسجد فإن الناس حينما تصلي وتقول من أننا صلينا في مقدمة المسجد مقدمة المسجد يعني عند المحراب عند المكان الذي يقف فيه إمام الصلاة يعني عند الحائط عند الجدار الذي هو باتجاه القبلة هذه مقدمة المسجد مؤخرة المسجد صارت واضحة الذي يقول من أنني صليت في آخر المسجد في آخر المسجد باتجاه القبلة يعني عند الجدار الخلفي الذي يكون في مواجهة الجدار الجدار القبلي الذي هو باتجاه القبلة إذا فهمنا مؤخرة المسجد على هذا الأساس فإن الجدار فإن الحائط الشمالية لمسجد الكوفة سيكون هو مؤخر المسجد يعني الجهة التي فيها باب الثعبان وأيضا فيها باب الرحمة باب الرحمة هذا باب جديد بني في الخمسينات من خمسينات القرن العشرين أما باب الثعبان فهو باب قديم هو باب الثعبان ويقال له في التعريخ وعند الناس يقال له باب الفيل أيضا مثل ما قلت لكم إذا كنا نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وبحسب هندسة المساجد وبحسب موضع المحراب وبحسب اتجاه القبلة وبحسب ما يقوله الناس من أنني صليت في مقدمة المسجد وصليت في مؤخرة المسجد بالنسبة لمسجد الكوفة وفقا لهذه الرؤية وفقا لهذه النظرة فإن مؤخر المسجد سيكون في الحائط الشمالي يعني في الجهة التي فيها باب الثعبان مؤخر المسجد هو هذا بلحاظ الحائط القبلي باتجاه القبلة هذا المعنى الأول لمؤخر المسجد ولكن هناك معنى ثان خصوصا حينما يكون البناء مربعا بناء مسجد الكوفة الحالي بناء مربع الضلع القبلي طوله 110 متر الذي هو الضلع الجنوبي باتجاه القبلة الضلع الشمالي الذي يقابل الضلع الجنوبي طوله 109 متر الفارق متر واحد الضلع 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 للمسجد 116 متر والضلع الشرقي للمسجد أيضا جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وهاني ابن عروة رضوان الله تعالى عليه هذه الجهة طوله الضلع هنا 116 متر فهو مربع في بناء مفتوح مربع يمكننا بحسب موقفنا إذا وقفنا مثلا عند الحائط الشرقي 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 يمكننا أن نقول عن الحائط الغربي الذي يواجهنا تلك هي مؤخرة المسجد وإذا وقفنا عند الحائط الغربي يمكننا أن نؤشر على الحائط الشرقي ونقول تلك هي مؤخرة المسجد والأمر هو هو إذا وقفنا عند الحائط القبلي يمكننا أن نؤشر على الحائط الشمالي ونقول تلك هي مؤخرة المسجد وبالعكس أيضا إذا وقفنا عند الحائط الشمالي يمكننا أن نشير إلى الحائط الجنوب إلى الحائط القبلي ونقول من أن آخر المسجد هناك فهذه قضية نسبية ولذا فإن الإمام الصادق وضع لنا علامة ماذا قال قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن فالإمام لا يشير إلى مؤخر المسجد بحسب بناء المسجد وفقا للقبلة وما يقابل القبلة وإنما يشير إلى جهة من جهات المسجد فعلينا أن نشخص دار ابن مسعود أين هي أما هذا القول من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي ومن أن دار ابن مسعود في تلك الجهة لا دليل على أن دار ابن مسعود في تلك الجهة القائل الذي قال بهذا القول من أين جاء به مذكور هذا القول ويذكره البعض ما هو الدليل على أن دار ابن مسعود تقع في الجهة الشمالية من مسجد الكوفة الدليل أخذوه من الرواية لا يملكون دليلا على أن دار ابن مسعود تقع شمال مسجد الكوفة الدليل أخذوه من الرواية بما أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا بأي لحاظ بلحاظ بناء المسجد وبلحاظ جهة القبلة وبلحاظ محراب المسجد وبلحاظ صلاة الناس الذي يصلي في مقدمة المسجد الذي يكون قريبا من الحائط القبلي والذي يصلي في مؤخرة المسجد يكون قريبا من الحائط الذي يواجه الحائط القبلي يعني الحائط الشمالي بالنسبة لمسجد الكوفة فهم شخصوا مؤخر المسجد على هذا الأساس وبعد ذلك شخصوا دار ابن مسعود بينما الإمام جعل دار ابن مسعود علامة لتشخيص مؤخر المسجد أقرأوا الرواية بدقة لا حاجة لدار ابن مسعود إذا كنا نعرف أن الجهة الشمالية لمسجد لمسجد الكوفة هي مؤخر المسجد فلا حاجة لذكر دار ابن مسعود إنما ذكرت دار ابن مسعود لأجل أن نشخص الجهة التي سيحصل فيها الخراب اقرأوا الرواية بدقة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود الإمام لا يريد أن يشخص لنا دار ابن مسعود لا علاقة لها بالموضوع إذا كان لها من علاقة فهي علامة لتمييز الجهة التي سيقع فيها التخريب وإلا أن نشخص دار ابن مسعود وفقا للرواية على أساس أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا الكلام لا ينسجم مع سياق وبلاغة الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره فالإمام يتحدث عن مؤخر مسجد الكوفة بالمعنى الثاني بالمعنى النسبي حينما أقف عند الحائط الشامعي الشرقي للمسجد وأشير إلى الحائط الغربي أقول إن مؤخرة المسجد هناك أو حينما أقف عند الحائط الغربي وأشير إلى الحائط الشرقي من أن مؤخر المسجد هناك والأمر هو هو مع الحائط الجنوبي والشمالي الجهات نسبية حينما نقول شرق وغرب شمال وجنوب هذه كلها نسبية والكلام يجري هنا بنفس هذا المجرى من هنا جعل الإمام الصادق دار بن مسعود علامة للجهة التي سيكون فيها الخراب إذن علينا أن نشخص دار بن مسعود أما هذا التشخيص هذا التشخيص ليس صحيحا هذا تشخيص سقيم تشخيص دار بن مسعود وفقا للرواية من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا تشخيص خاطئ لأن الإمام أساسا جاء بدار بن مسعود علامة لتشخيص مؤخر المسجد إذن علينا أن نشخص دار بن مسعود بن مسعود هو الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود والذي نصبه عمر بن الخطاب أيام خلافته نصبه قاضيا في الكوفة وصاحب وصاحب بيت المال فكان قاضيا في الكوفة وكان مشرفا على بيت المال وبقي وبقي ابن مسعود أيام عمر في الكوفة قاضيا ومشرفا على بيت المال إلى أيام خلافة عثمان بقي بقي ردحا من الزمن في بداية خلافة عثمان بن عفان وبعد ذلك رجع إلى المدينة حكاية لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عن تاريخ تلك الأيام فقد بقي لمدة ليست قصيرة عبد الله بن مسعود في الكوفة وبنى له دارا فيها فكانت داره معروفة فهو القاضي وهو صاحب بيت المال هو وزير المالية وهو القاضي في الوقت نفسه فبيته معروف عند أهل الكوفة وبيته معروف في زمان إمامنا الصادق وهو يتحدث عن هذه العلامة لكن في زماننا نحن لا نعرف أين يقع بيت عبد الله بن مسعود الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل من أن هناك من يقول من أن بيت بن مسعود يقع في الجهة الشمالية من مسجد الكوفة هذا الكلام أخذ من الرواية التي نحتاج في فهمها إلى تشخيص دار عبد الله بن مسعود حتى نفهمها فالذين الذين ذهبوا بهذا الاتجاه فهموا الرواية بالمقلوب جعلوا الرواية وما فيها من ذكر لمؤخر المسجد علامة على تشخيص مكان بيت عبد الله بن مسعود بينما في زمن الإمام بيت عبد الله بن مسعود كان مشخصا عند أهل الكوفة فعبد الله بن مسعود في زمن عمر وفي زمن عثمان كان القاضي الأول في الكوفة وكان صاحب بيت المال فضلا عن أنه صحابي معروف وشخصية إسلامية معروفة في ذلك الوقت فلذا كان بيته مشخصا حتى بعد أن خرج من الكوفة ومات عبد الله بن مسعود بقي بيته علامة شاخصة واضحة معروفة حتى وإن سكن في البيت غيره من الساكن في زماننا إذا أردنا أن نستدل على بيت عبد الله بن مسعود كيف نستدل عليه إما أن نستدل عليه بآثار بقيت من بيته ولا توجد أثار من بيت عبد الله بن مسعود وإما أن نمتلك خرائط قد تكون قديمة قد تكون حديثة لكنها رسمت وأسست بشكل صحيح وشخص فيها بيت عبد الله بن مسعود شخص مكانه وفقا لمعطيات صحيحة وفي الحقيقة نحن لا نملك خرائط لا نملك خرائط قديمة ولا نملك خرائط حديثة تشخص مكان بيت بن مسعود على الأقل بحسب الطلاع فلا توجد لدينا آثار لبيته لا توجد آثار شاخصة واضحة يقال عنها هذه آثار دار عبد الله بن مسعود ولا نملك خرائط لا قديمة ولا حديثة يشخص فيها مكان دار عبد الله بن مسعود وكذلك لا توجد في كتب التاريخ معطيات تشخص لنا موضع دار بن مسعود هذا ما أعرفه من خلال اطلاع على كتب التاريخ التي أرخت للكوفة وأرخت لتلك الأيام فإنني ما وجدت في كتب التاريخ وصفا أو تشخيصا لموضعي ومحلي دار بن مسعود الاحتمال الرابع أن الأمر يتناقله أهل الكوفة على ألسنتهم عبر الأجيال لا توجد آثار لا توجد خرائط لا قديمة ولا حديثة ولا يوجد وصف أو تشخيص في كتب المؤرخين يبقى الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع أن نقل الشفاه عبر الألسنة وهذا ليس موجودا أيضا كل هذه الوسائل كل هذه الأسباب ليست متوفرة بأيدينا لكنني يمكنني من خلال بعض القرائن أن أشخص مكان دار عبد الله بن مسعود من خلال التنقيب في مجمل القرائن التي ذكرت ما بين رواياتنا وأحاديثنا وما جاء مذكورا في كتب المؤرخين يمكنني أن أشخص دار عبد الله بن مسعود وأين تقع في الكوفة وأين تقع ب ملاحظة مسجد الكوفة مسجد الكوفة لما بني ومصرت مدينة الكوفة أول حاكم فيها نصب من قبل الخليفة عمار أول حاكم هو سعد ابن أبي وقاص هذا هو أول حاكم في الكوفة سعد ابن أبي وقاص المسجد في حائطه القبلي فتحت باب كبير الباب الرئيس لمسجد الكوفة آنذاك كان في الحائط القبلي يتحدثون عن باب آخر عند المحراب أنا لا أريد أن أتحدث عن عمارة مسجد الكوفة الآن أريد أن أشخص موضع دار عبد الله بن مسعود الباب الرئيس كان في الحائط القبلي بالضبط بالضبط في مواجهة باب الثعبان باب الثعبان في الحائط الشمالي الذي هو يواجه الحائط الجنوب الذي هو الحائط القبلي كان هناك باب وهذا الباب هو الباب الذي كان يدخل منه أمير المؤمنين حينما يأتي من داره فدار أمير المؤمنين كانت قريبة من هذا الباب وآثارها موجودة إلى يومنا آثار الدار الدار موجودة دار الأمير معروفة في الكوفة فهي قريبة من الحائط القبلي لمسجد الكوفة البوابة الرئيسة كانت هنا في الحائط القبلي وصنعوا لها مقدمة ظللوها لأن الناس كانت تأتي لأجل حاجتها مع الحاكم فالحاكم الذي هو سعد ابن أبي وقاص بنى له دار مجاورة لمسجد الكوفة والتي سميت بقصر الإمارة في أيام سعد كانت تسمى بقصر سعد ولم يكن بناء كبيرا كان البناء يتألف من ثلاثة غرف مع باحة إلى بقية التفاصيل فالحاكم كان مستقرا في قصر قريب من الحائط الجنوبي من الحائط القبلي والبوابة الرئيسة التي كان يدخل منها الناس في الحائط القبلي وكانت أيضا قريبة من قصر سعد هذه منطقة متقاربة قصر الإمارة الذي آثاره موجودة اليوم بناه بهذه السعة زياد بن أبي في زمان سعد كان القصر صغيرا وحينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة كان القصر صغيرا وقالوا له ننزلك يا أمير المؤمنين في هذا القصر فرفض الأمير قال هذا قصر الخبال تسميته بقصر الخبال هذه تسمية من أمير المؤمنين فقال إني لا أسكن في هذا القصر هذا القصر قصر الخبال قد تسألون عن معنى الخبال الخبال في اللغة الفساد والخبال في الثقافة الدينية نوع شراب جهنمي يشربه أهل جهنم وخصوصا الذين يعاقبون على شربهم المسكر في الروايات عندنا من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال الحديث عن إمامنا الصادق ولما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الخبال هذا فقال هو صديد فروج البغايا فالخبال شراب جهنمي والخبال في اللغة هو الفساد والأمير يشير إلى المعنيين حين قال هذا القصر قصر الخبال فهو قصر الفساد وهو قصر البغايا وهو قصر الخمور وقصر كل موبقة من موبقات أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذه الجهة الجهة التي تقع بعد بعد الحائط القبلي قصر الأمير وفي أيام سعد كان بيت المال بجانب قصره إلى أن سرقه اللصوص نقبوه وثقبوه ودخلوا إليه وسرقوا بيت المال وتفصيل في التعريخ مذكور أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة فقصر الأمير هنا وبيت المال هنا وجهاء القوم من الصحابة أين قطنوا قطنوا في هذا المكان أيضا بنوا بيوتا في هذه الجهة في الجهة التي بنى فيها سعد قصره كبار الصحابة من الذين قطنوا الكوفة سكنوا في هذه المنطقة في جنوب المسجد ما بعد الحائط القبلي حتى دار الرزق التي أنشئت بعد ذلك في زمن متأخر عن الزمن الذي أتحدث عنه دار الرزق التي كانت تشتمل على مخازن مؤونة الجيش ومخازن مؤونة أهل الكوفة التي تمتلكها الدولة الحكومة ميرة البلاد والعباد في دار الرزق وبيت المال إنها المؤسسة الاقتصادية آنذاك بنيت في هذه المنطقة أيضا القريشيون الذين كانت لهم منزلة بين الناس بنوا بيوتهم في هذه المنطقة البيت الذي يعرف الآن ببيت أمير المؤمنين والذي نزل فيه الأمير أيام خلافته حينما كان في الكوفة هذا البيت في الأصل ما هو لأمير المؤمنين هذا البيت كان موجودا وكان مبنيا هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزوم هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزوم من من جعدة هذا جعدة هذا أمه أمهان أخت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فالأمير نزل في بيت ابن اخته وجعدة كان من الدائرة المقربة من أمير المؤمنين فهذا البيت هو بيت جعدة ابن هبيرة المخزوم وهو مخزومي مخزومي قريشي أول قصر مخزوميين بنوا بيوتهم هنا بعدما أذن لهم عمار في البداية عمار لم يأذن للناس أن يبنوا بيوتا كبيرتا لأنه أراد الكوفة معسكرا فقط ولكن بعد ذلك أذن للناس أن يبنوا أول قصر من بعد قصر العمارة بني في هذا المكان هو قصر عمر ابن حريث بني بالمطبوخ بالطابوخ وإلا فإن الناس بأمر عمر بنوا بيوتهم بالقصب والبواري والحصران هذا موضوع فيه تفصيل تعريخي لست بصدد ذكره خلاصة القول هذه المنطقة التي تقع ما بعد الحائط القبلي الحائط الجنوب لمسجد الكوفة هذه منطقة الأعيان منطقة الحكومة فقصر الإمارة هنا وبيت المال هنا ودار الرزق بعد ذلك بنيت هنا الصحابة والشخصيات القريشية بنت قصورها أمثال عمر ابن حريث جعد ابن هبيرة المخزوم ابن أخت أمير المؤمنين بيته بناه هنا الذي قطن فيه سيد الأوصياء لما جاء إلى الكوفة هذه منطقة المهاجرين منطقة الصحابة منطقة الأعيان عبد الله ابن مسعود قطعا سيكون بيته وداره هنا فهو القاضي وصاحب بيت المال ودائرة عمله بيت المال هي هنا في هذا الموطن قطعا سيكون بيته ستكون داره في هذه الجهة في الجهة الجنوبية من المسجد وليست في الجهة الشمالية نحن عندنا نص مهم جدا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 247 أمير المؤمنين يتحدث مع ميثم مع ميثم التمار فقال له ذات يوم سيد الأوصية يقول لميثم إنك تأخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب داري عمر بن حريث عمر بن حريث هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من أنه بنى دارا وقصرا في هذه المنطقة وبقي ساكنا فيها لم ينتقل من هذه المنطقة وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة المطهرة هو مكان لتغسيل الموتى فهذه أيضا جزء من المؤسسات المنشآت التي يحتاجها الناس فهي في المكان الذي فيه قصر الإمارة وبيت المال ودور ودور الصحابة ودور المسؤولين هذه المنطقة الرئاسية جزء من منشآتها هذه المطهرة مكان لتغسيل الموتى وهذا المكان يحتاجه المسلمون ويحتاجه الناس دائما وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها أمير المؤمنين يقول له وتصلب على باب داري عمر بن حريث عاشر عشرة فميثم يصلب قريبا من داري عمر بن حريث المعروف عندنا بحسب المعطيات المتوفرة في كتب التأريخ في رواياتنا في أخبارنا ما عندنا من معطيات وإن كانت قليلة ميثم التمار دفن في الموضع الذي صلب فيه ميثم دفن في الموضع الذي صلب فيه بقرينة المطهرة كانت هناك قبور في هذه المنطقة فالناس تغسل موتاها في المطهرة وتدفن هنا ميثم بحسب ما عندنا من معطيات متوفرة من أنهم دفنوه في المكان الذي فيه صلبوا ما هذا جرى على مسلم أيضا حينما ألقيت جثته من قصر الإمارة وسحلت وأعيدت إلى نفس المكان الذي رميت إليه من قصر الإمارة دفنوه في نفس المكان وحتى بالنسبة لهاني بن عروة دفن في نفس المكان وهناك جماعة من أصحاب مسلم صلبوا قريبا من هذا المكان وهم أيضا دفنوا في نفس المكان الذي صلبوا فيه على أي حال هذه المطالب خارجة عن بحثنا الآن بحاجة إلى تنقير وتدقيق فيها لكن الكلام بخصوص ميثا التمار أمير المؤمنين هكذا قال له وتصلب على باب دار عمر بن حريث ومثل ما قلت لكم دار عمر بن حريث في هذه المنطقة المخزوميون بنوا بيوتهم في هذه المنطقة ومرقد ميثم الآن هو قريب من دار أمير المؤمنين التي هي دار جعد ابن هبيرة المخزوم في محلة المخزوميين في هذه المنطقة التي بنى فيها العديد من المخزوميين وتصلب على باب دار عمر بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها فكان ميثم يأتيها يأتي هذه النخلة فيصلي فيصلي عندها ويقول بوركتي من نخلة لك خلقت ولي عديتي ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة قال وكان يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري إني مجاورك فأحسن جواري عمر بن حريث فهم ذلك بعد أن رآه قد صلب ففهم أن ميثم يقصد المجاورة في وقت صلبه ولكنه دفن هناك ميثم كان يقصد المجاورة من أنه سيدفن هناك لأن المجاورة تكون طويلة وعند الصلب مدة الصلب تكون قصيرة لكنه دفن هناك دفن في المكان الذي صلب فيه بجوار دار عمر بن حريث كل هذا إلى أين يقودنا وكان يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري فعمر بن حريث ما كان يفهم قصد ميثم عملية الصلب لم تحدث لحد الآن وعملية الدفن لم تحدث لحد الآن ما الذي يقصده ميثم التمار حينما يلقى عمر بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري الذي يتوقعه ماذا من أن ميثم التمار سيسكن مجاورا له كيف سيسكن مجاورا له حتما سيشتري دارا سيؤجر دارا بالقرب من دار عمر بن حريث فماذا يقول له فيقول له عمر أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم هذا يعني أن دار ابن مسعود تجاور دار عمر بن حريث وميثم صلب عند دار عمر بن حريث ودفن في الموضع نفسه هذا يعني أن دار ابن مسعود في هذه الجهة في الجهة الجنوبية من المسجد أعتقد أعتقد أن الفكرة صارت واضحة وصارت واضحة جدا وهنا شخصنا دار ابن مسعود لأننا إذا شخصنا دار ابن مسعود سنشخص سنشخص مؤخر المسجد الذي سيصاب بالهدم إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهتي دار ابن مسعود فدار ابن مسعود ليست ملاسقة للمسجد قصر الإمارة في بداية أمره لم يكن ملاسقا للمسجد الذي جعل قصر الإمارة ملاسقا للمسجد هو زياد ابن أبيه فالبيوت كانت بعيدة عن المسجد ليست ملاسقة للمسجد فالإمام حين يقول مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهة دار ابن مسعود لأنها كانت معروفة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان نذهب إلى فاصل إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن عرفنا الآن أن دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمر بن حريث ودار عمر بن حريث هي في هذه المنطقة إلا أن الأميرة أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمر بن حريث وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمر بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان إذن الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوب الغربي لمسجد الكوفة فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوب وإما هو الحائط الغربي مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوب الحائط القبل وإما أن يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحج هذا الباب أنشئ في التسعينات في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كند قديما ولكنه بعد ذلك ألغي باب كند أنا أتذكر حينما كنت صغيرا في الستينات وأذهب مع والدي لزيارة الكوفة كان يأخذني معه ما كنت أذكر بابا في هذه الجهة وحينما أصبحت فتيا في السبعينات أيضا حينما كنت أذهب لوحدي لزيارة مسجد الكوفة ما كنت أذكر بابا هناك وبعد ذلك خرجت من العراق فهذا الباب أنشئ في التسعينات باب الحج باب باب كنت كان قديما موجودا في هذا الحائط وآثاره موجودة في البناء وإنما قيل له باب كنت لأن قبيلة كنت بنت بيوتها في الجهة المقابلة لهذا الباب هذا الباب يؤدي إلى بيوت في قبيلة كنت وهي قبيلة كبيرة كانت في الكوفة فسمي الباب باسمها في قديم الزمان إذن بحسب هذه المقدمات وبحسب هذه التفاصيل مؤخر المسجد إما هو الحائط الجنوبي وإما هو الحائط الغربي لأن دار ابن مسعود تقع في هذه الزاوية في الزاوية الجنوبية الغربية سأعرض لكم بعض الفيديوات التي توضح لكم الفكرة التي أتحدث عنها قطعا أنا لا أقطع بهذا أمامكم ربما بيني وبين نفسي أقطع بهذا إنما هي القرائن الدالة على ذلك إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن هناك هناك هدم هدم جزئي ليس هدما كليا ربما يكون هدما كليا ما يدريني لكنني من خلال التدقيق في الرواية وفي المطالب التي تحفها وصلت إلى هذه النتيجة المحتملة هناك هدم جزئي هناك خراب مثلما قرأت عليكم الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن خرابا سيصيب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران فهناك هدم جزئي في حائط مسجد الكوفة من مؤخره إما من الحائط الجنوبي وإما من الحائط الغربي قطعا الرواية لا تقصد الحائط الشمالي ولا تقصد الحائط الشرقي الحائط الشمالي الذي فيه باب الثعبان ويخرج على مزار السيدة خديجة بنت أمير المؤمنين والباب الشرقي من جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ومن جهة هاني بن عروة رضوان الله تعالى عليه مؤخر المسجد إذن في الحائط الجنوبي وفي الحائط الغربي إذا ما جرى هذا ماذا تقول الرواية الشريفة فعند ذلك عند ذلك زوال ملك بني فلان زوال ملك بني العباس الحديث عن بني العباس في حكمهم الثاني والذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن هذه علامة علامة شيعية كوفية عراقية علامة خاصة بنا العراق عراقنا والكوفة كوفتنا والمسجد مسجدنا ونحن نعرفه وهذه العلامة علامتنا هذه علامة للشيعة المهدويين وهي علامة واضحة صحيح أن الشيعة أهملوها لم يعبأوا بها لكنها علامة واضحة تكرر ذكرها في الروايات والأحاديث إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان يمكن لقائل أن يقول مسجد الكوفة تعرض في التأريخ لمرات عديدة من الهدم فكيف نشخص هذه العلامة أولا نحن لا نشخص العلامة هذه لوحدها تأتي في سياق علامات وتأتي في سياق زمان فيه الكثير من الإرهاصات وفيه الكثير من الإشارات والدلائل ومع ذلك فإنني ما أكملت قراءة الرواية أما إن هادمه لا يبني أما إن هادمه لا يبني يعني أن الهدم هذا سيبقى حتى يزول ملك العباسيين الرواية واضحة جدا أما إن هادمه لا يبني هادم المسجد لا يبني لماذا نحن لا ندري ربما يهدمه ويموت بعد هدمه لا أن موته بسبب الهدم جاءه أجله فربما هدم الحائط وبعد ذلك مات فهو لا يبني هذا الهدم لا يبني هذا الحائط ربما يبني ربما يبنيه غيره هذا الاحتمال قائم لكن الذي يظهر من السياق كله باعتبار أن هدم الحائط علامة ومن جملة ملابسات هذه العلامة فإن هادمه لا يبني وإنما سيبقى الهدم موجودا شاخصا للأبصار شاخصا للعيون فإما أنه يموت مباشرة بعد الهدم وإما أن يكون مسؤولا حين هدمه وبعد ذلك تجرد منه المسؤولية لا لأنه هدم الحائط جردت منه المسؤولية لأي سبب من الأسباب فهو لا يبني لأن المسؤولية قد سلبت منه فلا يبقى مسؤولا عن المسجد أو عن مدينة الكوفة مثلا وإما أن الظروف السياسية الاقتصادية الاجتماعية تحول فيما بينه وبين أن يقوم بالتعمير أن يقوم بالبناء وإما 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 نحن لا نعرف السبب الأسباب التي نستطيع افتراضها كثيرة وكثيرة جدا وأكتفي بهذه الأمثلة التي أشرت إليها أما إن هدمه لا يبني خلاصة القول من كل بذلك هذه علامة علامة شيعية كوفية قولوا ما تشاء هناك هدم قد يكون كليا لا أدري لكن القرائن تشير إلى أن الهدم جزئي هناك هدم جزئي لحائط مسجد الكوفة من مؤخره وبحسب القرائن شخصت لكم مؤخر المسجد إما في حائطه الجنوب وإما في حائطه الغربي استناداً إلى تشخيص موضعي ومكاني ومحلي دار عبد الله بن مسعود وذكرت الجهة الإجمالية لموضع دار عبد الله بن مسعود الاتجاه الجنوبي الغربي للمسجد إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني نذهب إلى فاصل وقت الحلقة انتهى لكن الحديث في هذه العلامة المهمة لم ينتهي هناك الكثير من الكلام بقي عندنا نلتقي غدا كي نكمل كلامنا في هذه العلامة المهمة جدا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله